حسين الشحات تكفل بها وسام ابو علي شاركة أساسيا بديله كان مودست برح المعلق أعتقد كان الكابتن كواليني أعتقد لو أنا ناسي فاكر صح يعني كان بيقول إحصائية أنه أكتر لعب لعب في الدوري السلادي للأهلي عدد مباريات هو مودست صراحة يعني إحصائية تعصب بالنظر لأنه للمستوى اللي بيظهر به في كل مباراة بيدفع به كولر كولر اتكلم صريح من كم يوم من كم ماتش وقال أنا بأرفض رفضا تاما فكرة الزج بإسمي في أي حاجة تخص أن اللعب أنا عايزه يلعب عشان يأخذ من وراء مكسب مدي يعني وهو كان صارم جدا وهو بيتكلم في النقطة دي لكن القصة تعليق فني بحت كهربة بارح كان مدقي جدا بعد الماتش وكولر اتكلم في المؤتمر وقال شأن داخلي وكهربة كان مدقي لأنه ملعبش ولا دقيقة في المباراة بارح واتقال له بعد كده تعالوا نشوف التفاصيل بعد كده عايزة أقول تعليق بس على الموضوع دا لأنه ما بتبقاش فاهم يعني برضو الفنيات مهمة في النقاش تعالوا نشوف الأول ماذا حدث في قصة كهربة بعد المباراة بإبدائه أسباب الغضب من عدم المشاركة بالأمس كولر طلب من مدير الكرة جلسة غدا قبل المران لمناقشة أزمة كهربة وهناك نية لتوقيع عقوبة على اللاعب بكرة كهربة كان غاضبا بسبب عدم مشاركتي أمس في مباراة فاركو لكنه لم يصدر رد فعل لكن بعد المباراة المران اللي بتعمل بعد المباراة لغير المشاركين شعر كهربة بثقل عضلي بدأ يخطو خطوات سقيلة في الجاري بدأ يمشي بالراح كولر تحدث مع معاونه هالرد واستفسر عن حقيقة إصابة كهربة لكن هالرد أكد أن اللاعب غاضب ولا يعاني إصابات كولر قرر تدريب اللاعب منفردا مع كارلوس بيرينجر مطور الأداء في الأهلي وركض كهربة لفة واحدة وكان يفترض أن يجرس تشفاء قبل مواصلة المران لكنه غادر وعندما نداه بيرينجر لمواصلة التدريب أشاح كهربة بيده غاضبا عشان كده كولر اتكلم بشكل تلميحي في المؤتمر الصحفي وينوي غدا النقاش حول ما قام به كهربة فنيا بقى ماتش مباريح ده كان لازم تشوف فيه كهربة ماتش مباريح ده كان فيه كورات تانية كتير قوي كانت محتاجة وسام في البداية تمام بس لو كان بديله كنت محتاج كهربة دي ماتشات كهربة اللي هي الكرة كتير قوي جوه منطقة الجزاء والأهلي ضاغط والكرة مع الأهلي كتير فأنا بستغرب أنه ليكون البديل هو مودست إلا إذا كان القصة انضباطية وأن الراجل مش بس فنيا هو متدايق من كهربة لسبب ما عشان كده بيغيبه عن المشاركات ساعتها ما يكونش عندك تعليق لكن التعليقات عن مواضيع أخرى بعد الفاصل مع الكابتن صلاح